هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كاملاً أم يصوم بعضه ويترك بعضه؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كاملاً ثلاثين يوماً أم أنه كان يصوم بعضاً ويترك بعضاً؟ اختلف أهل العلم في هذا الأمر وأقربها والله تعالى أعلم وأرجحها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثره ولا يصومه كاملا والذي يوضح ذلك الروايات التي وردت في الحديث فقد وردت روايتان يوضح بعضها بعضا في المقصود وروتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان وكان يصوم شعبان كله إذن هذه الرواية تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا شعبان كاملا لكن جاءت رواية توضح هذا المقصود فتقول عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا إلا قليلا إذن قولها إلا قليلا توضح أن قوله كان يصوم شعبان كله كما تقول العرب مثلا يعني قام الليل كله هل معنى قولهم قام الليل كله أنه ما أكل ولا شرب ولا توضى ولا تكلم ولا تحدث أبدا يحدث هذا لكنه قام غالب الليل وكذلك هنا كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى هنا أيضا الروايتان يوضح بعضهما بعضا ويوضح المقصود منهما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان وليصوم كله خشة أن يفرض على أمته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم